اشتركوا في القناة تصدر المجموعة الثانية في خليج 25 بست نقاط وتمكن لاعب منتخبنا كوميل الأسود من تحقيق التعادل وتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة والسبعين بعد أن كان منتخبنا متأخرا بهدف فيما سجل لاعب منتخبنا عبدالله يوسف هدف التقدم للمنتخب الوطني من ركلة جزاء مستحقة هذا ويستعد منتخبنا الوطني لكرة القدم لخوض لقائه المرتقب أمام المنتخب الكويتي الذي يقام يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من الدور الأول لحساب المجموعة الثانية لخليج 25 حيث استأنف الأحمر تدريباته الجادة على الملاعب الفرعية لمدينة البصرة الرياضية وسط أجواء معنوية عالية